اشتركوا في القناة مرحبا بكم وحياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في حضرة الكتاب في هذه الحلقة نعود إلى التاريخ مرة أخرى وبالتحديد تاريخ منطقة الخليج وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة نطرق باب التعليم في هذه المنطقة في الفترة من العام 1953 إلى عام 1971 نناقش سياسة بريطانيا التعليمية في إمارات الساحل من خلال هذا العنوان وهذا الكتاب للدكتور عبدالله سليمان المغني النقبي نود أن نتعرف على ضيفنا في البداية وبعد ذلك نناقشه حول مؤلفه الدكتور عبدالله سليمان المغني النقبي مما والد مدينة خرفكان التابع لإمارة الشارقة من يعرفه عن قريب يدرك مدى شغفه بالعلم ودراسة تاريخ الإمارات تحديدا مقتديا في ذلك بقدوته الأولى في هذا المجال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بمحمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة اختار أن يكمل دراسته في جامعة الإمارات ليحصل على البكالريوس من كلية الأداب قسم التاريخ عام 1986 وفي العام نفسه انطلقت رحلته العلمية مع التاريخ حيث عمل معلما لمادتي التاريخ والدراسات الاجتماعية إلى عام 1993 قبل أن يعمل موجها لمادتي التاريخ والتربية الوطنية بوزارة التربية والتعليم ومن ثم شارك في تأليف مناهج التاريخ والتربية الوطنية التابعة للوزارة مشواره العلمي كان حافلا بالحصول على جوائز عدة حيث حصل على جائزة الشارقة للتميز التربوي عن فئة الموجه التربوي المتميز في العام الدراسي 2001-2002 أتبعها في العامين الدراسيين التاليين بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للموجه التربوي المتميز وجائزة الشيخ خليفة بن زايد للتميز التربوي على مستوى الدولة الدكتور عبد الله سليمان المغني قرر إكمال دراسته ليختار جامعة الشارقة مكانا لمواصلة هذا الحلم ليحصل على شهادة الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية عام 2007 وينال بعدها جائزة راشد بن سعيد آل مكتوم للتميز العلمي شغفه بالعلم لم يقف عند هذا الحد بل كبر ليتوجه بحصوله على شهادة الدكتوراه في التاريخ الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من جامعة الحسن الثاني في المملكة المغربية ويعد كتاب سياسة بريطانيا التعليمية في إمارات الساحل من عام 1953 إلى عام 1971 أحد أهم كتبه ويرصد فيه جوانب السياسة التعليمية البريطانية في إمارات الساحل فيحدد معالمها الرئيسية ويعنى بتحليل عواملها ويتتبع مراحل تنفيذها وللدكتور عبدالله المغني كتاب آخر يحمل عنوان التجارة في الإمارات قديما ويعمل حاليا أستاذا للتاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الشرقة مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى نرحب بإذن بالدكتور عبدالله سليمان المغني مرحبا بك دكتور وأنت أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الشرقة مرحبا بك دكتور مرحبا بكم أيضا وأنا كل شكر وتقدير لإدارة تلفزيون الشرقة وفريق عمل هذا البرنامج الرائع في حضرة الكتاب على هذه الدعوة نتشرف بك يا دكتور وكذلك نرحب بالدكتور محمد فارس الفارس وهو المؤرخ والمتخصص في تاريخ الإمارات والخليج مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا شكرا جزيلا إذن في البداية دكتور عبدالله سياسة بريطانيا التعليمية في إمارات الساحل هذا العنوان خاصة أن العنوان أيضا ارتبط بفترة تاريخية من عام 1953 إلى عام 1971 لماذا اخترت هذه الفترة بشكل خاص الحديث عن سياسة بريطانيا التعليمية تحديدا هذه الفترة كانت بداية النهضة التعليمية الحقيقية في مجتمع الإمارات 1953 هو بداية التعليم النظامي الحديث وقبل هذه المرحلة مرت تعليم في منطقة الإمارات بمراحل أخرى ولكن البداية الحقيقية كانت من هذا التاريخ ونهاية هذا التاريخ قيام دولة الاتحاد وتولي وزارة التربية والتعليم في الدولة مسؤولية التعليم الحديث والنظامي في الدولة هذا لا يعني أن هناك كانت سياسات خاصة لبريطانيا قبل ذلك التاريخ مرتبطة بالتعليم أو مثلا سواء كانت بالإيجاب أو بالسلب بالعكس كان هناك سياسة موجهة من قبل بريطانيا مرتبطة بالشأن الثقافي بشكل عام والشأن التعليمي في منطقة الإمارات والخليج عموما يعني كما هو معلوم لدى المهتمين والباحثين أن بريطانيا فرضت سيطرتها على منطقة الخليج منذ أن توالت وفود القوة الاستعمارية إلى المنطقة منذ بدايات القرن السادس عشر بداية بالاستعمار البرتغالي ثم الهولندي والفرنسي والإنجليزي ولكن الهيمنة الإنجليزية يعني كانت أكثر سطوة وأكثر نفوذا في منطقة الخليج وخاصة في منطقة إمارات الساحل وتوجت بريطانيا هذا النفوذ وهذه السيطرة من خلال يعني عقد مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات هذه الاتفاقيات يعني الجائرة والغير متكافئة والتي جاءت في معظم بنودها لصالح المستعمر مخالفة بذلك كل الشرائع والقوانين الدولية في مثل هذه الحالة في الاتفاقيات الدولية عدم ما تكون الاتفاقيات نوعا ما يعني متكافئة إلا في الحالة البريطانية في منطقة الخليج ومنطقة الإمارات جاءت بنودها لكي تكرس الهيمنة الاستعمارية البريطانية في المنطقة وكان لهذه الهيمنة من خلال بنود تلك المعاهدات وخاصة ما هو متعلق بالشأن الثقافي والتواصل الحضاري مع الأمم والشعوب الأخرى لأن من ضمن البنود التي جاءت في مثل هذه الاتفاقيات أنه يمنع على شعوب هذه المنطقة وحكامها التواصل مع العالم الخارجي أو استقبال مبعوث أو وفود أي دولة إلا بموافقة بريطانيا نوع من الهيمنة المطلقة أو ما تعرف بالستار الحديد الذي فرضتها بريطانيا على المنطقة وشعوبها وحكامها في تلك الفترة ونتج عن هذه النقطة تأثير خطير جدا أن عاشت هذه المنطقة في عزلة تامة عن العالم الخارجي ونتج عن هذا غياب شبه تام للمؤسسات التعليمية في منطقة الخريج وخاصة في مجتمع إمارات الساحل دكتور إذا ما ذهبنا إلى سياسة بريطانيا التي تحدث عنها حول عزل هذه المنطقة منطقة الخليج وخاصة الإمارات عن بقية دول العالم من خلال تقييد في ما يتعلق بالمجال السياسي الثقافي إلى آخره لماذا كانت تتبع هذه السياسة مثلا في الخليج فقط؟ أم تتبعتها أيضا في مناطق أخرى؟ بريطانيا بشكل عام كانت سياستها تقوم على أساس عمل نوع من الأغلاق للمنطقة بسبب أن كان فيه بعض القوى التي حاولت الدخول للمنطقة مثل الألمان الفرنسيين طبعا كانوا العثمانيين أيضا يحاولون فالأساس في المسألة أنها حاولت أنها توجد نوع من الأغلاق التام بحيث أنها تصد أي محاولة للقوى الأخرى للدخول للمنطقة بأي شكل من الأشكال فقامت بعقد معاهدة عام 1892 وهي التي تسمى بالاتفاقية المانعة التي فرضت فيها على حكام المنطقة عدم التعامل مع أي قوى أجنبية وعدم عقد أي معاهدات إلا بموافقة الحكومة البريطانية طبعا الغرب من ذلك هو سياسة الهيمنة البريطانية المعروفة لأن بريطانيا كانت القوى الاستعمارية الأولى في العالم والإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس كان عندها مستعمارات في كل مكان فطبعا بسبب ضعف المنطقة وعدم وجود قوى مقاومة أو كذا كانت الهيمنة طبعا تكون بشكل أقوى وأكبر على أساس أنها ماخذة احتياطها ومتأكدة أنها لا سيكون فيه أي ردود فعل لهذه السياسة جميل تحدثت في البداية عن هذا الجانب والتقييد الذي كان من بريطانيا فيما يتعلق بالمعاهدات وغيرها وذكرت أيضا جانب مرتبط بأن بريطانيا زاد نفوذها بعد الحرب العالمية الأولى كان التعليم في المنطقة وخاصة في دولة الإمارات يعتمد على الكتاتيب هل كان هناك أي تأثير على هذا الجانب دكتور بعد الحرب العالمية الأولى يعني خرجت البريطانيا من الحرب العالمية الأولى منتشية بهذا الانتصار واستطاعت مثل ما تفضل الدكتور أن تحجم خصومها يعني كان بعض الدول الأوروبية كان لهم أحلام مشاريع استعمارية في المنطقة كالعلمان والروس وعدوها التقليدي فرنسا أيضا استطاعت بعد الحرب العالمية الأولى أن تحجم كل هذه القوى المنافسة لها وأيضا يعني حب أضيف نقطة ثانية أن حدث حدثين أيضا بعد الحرب العالمية الثانية زاد من نفوذ بريطانيا في منطقة الخليج ومنطقة الإمارات الحدث الأول دخول خدمة الطيران في المنطقة حيث أن بريطانيا أرادت أن تصل إلى مستعمراتها في الشرق وخاصة الهند بوسيلة أسرع بعد الحرب العالمية الأولى فعلت بريطانيا خدمة الطيران لأغراض النقل التجاري والنقل العسكري وكانت قد عقدت معاهدات طيران واتفاقيات مع فارس ولكن حدثت ثورة وانقلاب في فارس وصل إلى الحكم رضا بهلوي فخافت بريطانيا على مصالحها وكان يتسم بنوع من اعتزازه بالقومية الفارسية وتصديه للاستعمار فخافت على مصالحها الاستعمارية في المنطقة فأرادت أن توجد بديل من خلال الحصول على محطات تزود بالبترول أو مدارج لطائراتها في المنطقة والحدث الثاني يعني تواثر الأخبار عن قرب اكتشاف النفط في منطقة الخليج يعني هذين الحدثين كرس الهيمنة الإنجليزية والبريطانية في منطقة الخليج وبالرغم من ذلك ظلت بريطانيا على موقفها السلبي من التعليم في المنطقة يعني التعليم على بداياته مثل ما تفضلت في سؤالك كان التعليم التقليدي التقليدي البسيط في المنطقة ولم تعطي بريطانيا لهذا النوع من التعليم أي اهتمام كان هذا النوع من التعليم بمبادرات يعني فردية من أبناء المجتمع رغبة منهم في سد بعض احتياجات المجتمع وهو في الأصل يعني امتداد للتراث العلمي الإسلامي الموروث من أيام بدايات الإسلام يعني حلق التعليم في المساجد والهدف منه هدف ديني بالإضافة إلى تعميق بعض القيم الأخلاقية والروحية في المجتمع جميل جدا دكتور كان في محاولات قبل الحرب العالمية الثانية ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية من بعض التجار في الشارقة في دبي في مناطق ربما تكوين مدارس شبه نظامية دعنا نقول ربما فيها الفترة أعتقد أن بريطانيا أيضا لم تدعم مثل هذه المدارس شبه نظامية لا طبعا بريطانيا إلى أن دخل التعليم النظامي ما كانت مهتمة أبدا بالمنطقة في جميع المجالات بما فيها طبعا التعليم ولكن قام مجموعة من التجار ورجال الدين بهذه المهمة من بدايات القرن العشرين طبعا عائلة المحمود قامت بدور كبير أيضا في الشارقة طبعا في بندلموج قاموا في دبي الحقيقة قاموا بعملية اتصال بمجموعة من رجال العلم في نجد وفي مدينة الزبير الموجودة في جنوب العراق أتى مجموعة من هؤلاء المدرسين الذين قاموا بتأسيس التعليم شبه النظامي نعم اللي فيه تدريس دين بالإضافة إلى الحساب واللغة العربية وما إلى ذلك الأمور ومنهم أسماء معروفة مثل مشحان ناصر المنصور مثل أحمد العرفج وعبد الوهاب الوهيب وغيرهم من الناس الذين قاموا بتأسيس مجموعة من هذه المدارس شبه النظامية التي قامت بمهمة تمهيدية للتعليم النظامي من بداية القرن إلى تقريبا نهاية الحرب العالمية الثانية طيب دكتور يعني الغريب أن بريطانيا تحرص على هذه المنطقة وكما ذكرت هناك أنباء تتواتر بأن هناك بترول سوف يظهر في هذا ونفط سوف يظهر في هذه المنطقة ألا يجب كان على بريطانيا أن تتودد أكثر لأهل المنطقة بأن تجعل هناك القليل من الخدمات لكي تحافظ على مكانتها في هذا المكان على العكس تماما يعني بريطانيا ظلت على نفس وتيرة الإهمال المتعمد من قبل هذه الدولة الاستعمارية لبدايات التعليم في المنطقة ويعني بالرغم من كون أن الإمبراطورية البريطانية في تلك الفترة مثل ما تفضل دكتور محمد ما تملكه من مقدرات يعني هذا غرور كان دكتور لدى البريطانيين أم غرور وأنا أعتقد سياسة موجهة يعني هي دائما يعني من معالم السياسة البريطانية أنها فقط تهتم بالأمور المادية التي تعود لمصلحتها يعني نهب خيرات الشعوب فقط يعني امتصت خيرات الشعوب في منطقة الشرق من خلال شركة الهند الشرقية البريطانية التي أسستها في الهند الأمور الداخلية كما تدعي دائما وكما طلعنا على الوثائق تقول أن بريطانيا غير معنية بالأمور الداخلية أصلاح الأمور الداخلية مهمتها فقط المحافظة على السلم البحري والدفاع عن منطقة فقط كنوع من التهرب من مسؤولياتها الملقاة على عتق يعني كثير من الدول الاستعمارية استعمرت في العالم والوطن العربي تحديدا نعلم أن الاستعمار يعني وجهين لعملة واحدة ولكن بعض الدول التي استعمرت يعني استفادت يعني بطريقة غير مباشرة مما خلفه الاستعمار مثلا مصر أيام الحملة الفرنسية على مصر وترك الفرنسيون مطابع أوجدوا بعض يعني النوع من التطوير في بعض المشاريع بدايات تأسيس مصانع أنظمة جديدة في الزراعة نعم نعم إلا منطقة الخليج ومنطقة الإمارات تم تستفد تماما من وجود الاستعمار خلال 150 عام الفترة التي بقى الاستعمار في منطقة الخليج والإمارات دكتور أعتقد أن الحرب العالمية كانت الثانية مرحلة فاصلة لانتقال المنطقة في الخليج هنا إلى مرحلة جديدة لماذا الحرب العالمية الثانية أثرت مثلا في مناحي كثيرة أدت إلى نهوض هذه المنطقة بشكل متباض ثم صارت بعد ذلك متسارعة هذه المسألة هو الحقيقة واقع الأمر المسألة ما لها علاقة بالحرب أساسا استقلت الهند عام 1947 والهند كانت منطقة الخليج تابعة لحكومة الهند البريطانية ثم أصبحت تابعة لبريطانيا بشكل مباشر بريطانيا بعد الحرب العالمية صار في بعض التغيرات في العالم العربي تأست الجامعة العربية سنة 1945 صارت الثورة المصرية سنة 1952 الثورة المصرية بدأت تتحرض يعني من خلال إذاعة صوت العرب وغيرها على مقاومة الاستعمار وكذا فصار في نوع من الحراك الذي أزعج الحكومة البريطانية وأدى إلى أنها بدأت تتحرك على أساس أنها تسد الموضوع هذا وتحاول أنها تتجاوز المشاكل التي بدأت تأتيها من خلال التصريحات الخطابية لعبد الناصر وغيرها فبالتالي بدأت يصير في نوع من الحراك وطبعا تحركها ما كان بدافع أنها رغبة تحمل مسؤولية نعم وإنما الدكتور وضح بعض الأمور في كتابه جزاها الله خير بالتدريج على ساسكيف صار في تطور لقيام بريطانيا بالتدرج في مساعدة المنطقة من خلال هذا الباب نعم جميل جدا سيد محمد أضيف نقطة بعض المتغيرات الدولية اللي نوعا ما كانت ضاغطة على الاستعمار البريطاني أن يحدث نوع من التغيير اللي هو ظهور منظمات عالمية كهيئة الأمم المتحدة اللي كان ضمن بنودها يعني حقوق الدول في الاستقلال ومرعاة حقوق الإنسان ويعني حتى هناك بنود تحث على أن الدول المستعمرة لبعض الدول اللي ما زالت تحت هيمنتها أن تقوم بعمل تنمية لهذه الدول فوجدت بريطانيا نفسها أمام موقف محرج خلال هذه الفترة الطويلة من الإرث الاستعماري وهي لم تقدم يعني بالإضافة نعم بالإضافة إلى النقاط اللي ذكرها يعني الدكتور محمد أيضا جميل جدا بعد الفاصل دكتور سوف أتساءل وأطرح عليك هذا التساءل الخاص ببداية الخمسينات وبدأ ظهور التعليم النظامي في المنطقة سواء في الكويت أو قطر أو حتى في الإمارات كيف ظهر هذا التعليم إذا تسمح لنا بعد هذا الفاصل فاصل ونواصل مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في برنامج في حضرة الكتاب وما زلنا نناقش هذا الموضوع سياسة بريطانيا التعليمية في إمارات الساحل من عام 1953 إلى عام 1971 لدكتور عبدالله سليمان المغني النقبي دكتور كانت تساؤل عن بداية الخمسينات تقريبا يعني أكثر من خمس سنوات إلى ست سنوات بدأ التعليم النظامي في المنطقة كيف ظهر هذا التعليم النظامي ومن أسهم في ظهور هذا التعليم النظامي بعد ما ذكرنا من تلك التحولات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية تحدثنا عن التطورات الدولية كذلك هناك تطورات محلية أقليمية على مستوى دول الخليج معظم دول الخليج اكتشف فيها البترول وبعضها قد استقل عن الاستعمال البريطاني وبكر فيها التعليم النظامي في دول الخليج مما حذا بشعوب المنطقة وخاصة من هاجر إلى تلك الدول الخليجية كالكويت وقطر وغيرها أن يجري مقارنات ما بين وضع التعليم في تلك البلدان الخليجية المجاورة لمنطقة الإمارات وموضوع التنمية والبعد الثقافي والتعليمي في تلك الدول فأصبح هؤلاء عندما يعودون في الإجازات الصيفية يمارسون نوع من الضغط على المسؤولين والحكومات المحلية في المنطقة رغبة منهم في تغيير الواقع المرير لتعيش العوائل ويعيش المجتمع فقر وتخلف وأمية يعني كان هذا أحد الأسباب بالإضافة إلى مبادرة بعض الحكام يعني الذين طلبوا من بعض الدول الشقيقة مد يد العون لإدخال تعليم النظامي فبادرت بعض الدول العربية وخاصة بعض الدول الخليجية كالكويت وقطار والسعودية ومصر أيضا كان لها دور إيجابي ومشرف في إرسال بعثات تعليمية إلى منطقة الإمارات وكانت البداية يعني من خلال زيارة وفد سمو أمير الكويت أنا ذاك صاحب السمو الشيخ دل سالم الصباح إلى إمارة الشارقة وطلع على يعني الأوضاع عن كتب وأمر بإرسال يعني بعثة تعني بشؤون التعليم لجنة فكانت البداية الحقيقية لبداية التعليم هذه من الخمسينات تقريبا الخمسينات 1953 كانت البداية نعم نعم طيب هنا دكتور محمد لماذا كانت البداية التعليم في الكويت مثلا أو قطر هل بسبب حصولهم على إرادات النفط قبل هذه المنطقة أو أقصد يعني الإمارات وبالتالي يعني نوع من التحسن اقتصادي ساهم في دعم التعليم هناك لا شك طبعا أن النفط أول ما ابتدأ أول ما ظهر في البحرين في بداية الثلاثينات تقريبا 1932 وبعدين في السعودية وفي الكويت بدأ بالتتابع في آخر الثلاثينات ظهر في السعودية وهي طبعا الحرب العالمية الثانية وقفت شوي الإنتاج والتصدير ولكن استمر بمجرد انتهاء الحرب بدأت الكويت والبحرين وقطر أيضا تصدر النفط وبدأت التنمية في تلك البلدان قبل طبعا الإمارات بفترة طويلة وكانت يعني مصافي النفط يعني مجال عمل الله سبحانه وتعالى رزق في أبناء الخليج كلهم بما فيهما أهل الإمارات بدل اللؤلؤ اللي انهار في تلك الفترة في آخر العشرينات فبدأت كثير من الناس يتجهون من الإمارات وغير الإمارات إلى الكويت وإلى الدول الأخرى فطبعا هذه الموارد المالية اللي بدأت تأتي ساعدت يعني طبعا الحكومات في دول الخليج الأخرى في الكويت وغيرها تفضلت مشكورة بمساعدة تقديم يد العون وبدأت طبعا الكويت عام 1953 من خلال مدرسة القاسمية ثم قدمت مساعدات أخرى وتبعتها طبعا بقية دول الخليج جميل دكتور هنا نعود إلى سياسة بريطانيا وهو محور حديثنا كيف كان موقف بريطانيا من الحضور العربي وأيضا دعم التعليم وليس أي تعليم تعليم نظامي موقف بريطانيا في هذا المجال تحديدا اتسم بالإزدواجية فهي من الناحية يعني وجدت في المعونات العربية هذه والبعتات العربية السد لجانب مالي كانت دائما تتهرب منه نعم يعني تحصلت على دول سوف تقوم بالمهمة التي كانت تتهرب منها نعم وفي نفس الوقت كانت تخشى من التأثيرات تأثيرات دخول التعليم النظامي وخاصة أن معظم هذه الدول اللي مدت يد العون لمنطقة الإمارات في تلك الفترة بعثت ببعثات تعليمية يعني كوادرها التعليمية من الدول العربية اللي كانت يعني تتأجج فيها روح القومية العربية في تلك الفترة في الخمسينات القومية العربية يعني كانت ضاربة وكان لها يعني حضور من خلال القومية ومناهضة الاستعمار مناهضة الاستعمار والحصول على الحقوق قومة عربية امكانها